طيب هنروح على مباراة بكرة مباراة بكرة الحقيقة دايماً بتكون أصعب ليلة على جماهير النادي الأهلي وأنا واحد منهم هي ليلة المباراة ليلة مباراة كبيرة زي نهاية أفريقيا بكرة إن شاء الله الليلة دي بتعدى على الجماهير الحقيقة ليلة صعبة كلنا ما بنلعبش النام كلنا بنبقى القليم التوتر كلنا بندعي كلنا بنقول يا رب كلنا منتظرين المباراة بكرة في فرغ الصبر وخايفين كمان يعني ألأ المباراة وده طبيعي جداً الجمهية تبقى الآن ولكن كل الدعم وكل الثقة في جهازنا الفني واللعبين ويا ما فرحونا وإن شاء الله هم قادرين بكرة أن يفرحونا ودايماً دايماً رجالة النادي الأهلي بيكونوا في المعاد في الأوقات الصعبة وشوفوا التاريخ مش أنا اللي بقول حتى الجيل ده اللي خد بطولتين أفريقيا اللي فاتوا دي لقطات من المسحة اللي أجريت لللعبين أنا عايز أقول لكم أن أنا مش هتكلم عن الأجيال قديمة أنا بتكلم حتى عن الجيل ده كان على المعاد بطولتين أفريقيا بطولتين كأس عالم الأندية يعني أصد أقول لكم أن هذا الجيل أيضاً قدم أوراق اعتماده فإن شاء الله بكرة كلنا ثقة دعم مجلس الإدارة ودعمه للفرقة بكل اللي تم الفترة اللي فاتت فهده دعم كبير جداً بيسهل على اللعيبة وهمتها في أرض الملعب وبيديهم جو ومناخ يقدروا يلعبوا فيه في حيادية وأعدل داخل الملعب إذن هي منظومة كاملة من أول مجلس إدارة للجهاز الفني لللاعبين للجمهور اللي هو العامل الأساسي كل الدعم للفريق وكل الثقة في هذا الفريق وهذا الجيل إن شاء الله يفرحونا بكرة وإن شاء الله بإذن الله تكون التالتة بإذنك يا رب بإذنك يا رب على التوالي والحضاشر بإذن الرحمن في تاريخ النادي الأهل لأن النادي الأهل الحقيقة يستحق وخلينا أقول لكم النادي الأهل في البطولة دي كان أكتر الفرق سبات في المستوى أكتر فريق عنده فنيات عالية فإن شاء الله بإذنك يا رب بالولد والألم إحنا أقدر بالفوز إن شاء الله ينقصنا بكرة إن شاء الله الأداء وينقصنا بكرة إن شاء الله التوفيق ولكن بكرة جمهور النادي الأهل إن شاء الله يكون موجود وده لقطات من المؤتمر مستر موسيماني النهاردة اللي تابعنا على شاشة قناة النادي الأهل وتابعنا كل التفاصيل وإن شاء الله بالليل في الصهر الخاصة اللي بتتعامل لمباراة بكرة هتعرفوا كل التفاصيل عن مباراة بكرة بس اللي أنا عايز أقوله كل الدعم الفريق وإن شاء الله عندنا ثقة وبإذن الله مصر كلها مصر كلها تباد بكرة فرحانة بإذن الله ونادي الأهلي الحقيقة يستطيع ذلك جهاز فني ومجلس إدارة ولعبين وكل من يعني ينتمي لهذه المؤسسة حتى من جماهيرو النهاردة بنقول يا رب يا رب يا رب يا رب